بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. النهاردة هنعمل محش كرومب. طبع التسبيكة بتاعت كل انواع المحشي سواء محش كرومب سواء محش بتنجان سواء محش فلفل محش ورق عينب كلها هي نفسها التسبيكة زي بعدها. في الاول بنجيب حلة وبنحط فا زيت. او ازا بتحط بتحط سامنة يبقى سامنة على زيت. وبعد كده بتفرمي بصلتين فرمي ناعم كده وبتحطيهم على الزيت. وبتقلب لغاية لما البصل ياخد لون الدهبي كده. ازا الطماطم آآ بيضة مش حمر قوي بتحط معلقتين سلسة. وبعد كده بتنزيل عليها بعصير الطماطم. وبعدين تسبيها لغاية لما تتقل وتتسبك. بعد كده بنسلق الكرمب بعد ما قطعناه. آآ بنجيب مية مغلية وبنحطها وبنحط عليها آآ ملح وكمون. وبنجيب ورق الكرمب وبنحطه وما بنخلهش يغيب قوي على طوله بنقلبه على الناحية التانية. ومش لازم يستوي قوي. بنطلعه على طوله وبنطلعه متفرد. ما بنحطوش فوق بعضه عشان ما يسويش بعده. بنطلعه على صانية واسعة كده مفرد عن بعده. لغاية لما نخلص كل الكمية معانا وبعد كده بنقطع الكرمب بتقطعه طبعا الحجم اللي انت عاوزاك. ازا بتحب المحشي صغير او بتقطع الورق قطع صغير. الورق طبعا متماسك لان احنا ما بنسويهش اوه في المياه. يدوب بنحطه في المياه كده ونطلعه ونقلبه على طوله ونطلعه. بتقطعي الورق الحجم اللي انت شايفاه. لغاية لما تخلص كل الكمية. بعد كده بتجيب الرز وتخسليه وتصفيه كويس اوه من المياه. وبتحط عليه في الفلسود وكمون وكسبرة ناشفة ومالح. وشطة طبعا حسب الطلب يعني. بعد كده بتجيب الطماطم اللي تسبكت وبتحطيها على الرز وبتنزلي بالخضرة اللي هي الكسبرة والشبت والبقدونس. وبتجيب بصلايا كبيرة كده وتفرمها فرم ناعم قوي. وبتحطيها على على الرز. وبتقلبه كويس اوه. تبدأ تلف الكرمب. طبعا ما بتكبسيش الرز اوه في المحشية وبتلف فيها آآ بسيط كده ما بتضغطيش اوه على الكرمب وانت بتلف فيه. بتخليها مهوية كده. عشان كده بتطلع الرز فيها مستوي كويس وبيبقى مفلفل وحالو. لما بتضغطيها اوه ببقى الرز مكتوم فيها وبيبقى طعمه مش حالو. بعد كده بتعطيه الرزية لغاية لما تخلصوا كل الكمية معاكي. بتكون طبعا الشربة آآ مغلية. بتنزلي على المحشي ما بتحطيش شربة كتير يا دوبك. المحشي بيبقى الشربة بسوة المحشي كده. ما بتزوديش اوه عشان المحشي ما يبقاش الرز بتاعه معجن اوه بيبقى طعمه مش حالو. وبتهزيها كده عشان الشربة تنزل لغاية ارضية الحلة. وبعد كده بتعلاقيها على نار عالية في الاول. لغاية لما يتشرب الشربة تهدي النار عليها وده شكله بعد ما خلص. واتمنى ان يعجبكم وبالهنى والشفى. اشتركوا في القناة